السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وبعده ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن تسوية البنان بصامات الاصابع كدليل على قدرة الله تعالى على البعث والنشور الحديث عن بصامات الاصابع او تسوية البنان هذه احدى المعجزات الكبرى التي تكلم عليها القرآن العظيم وتحدى بها المشركين الذين كانوا يستبعدون قدرة الله تعالى على البعث والنشور واحياء الموتى فاخبرهم المولى عز وجل انه قادر ليس فقط على جمع العظام وبعث الحياة بل قادر جل جلاله ان يسوي بنان الانسان يعيد رسم تلك الخطوط الدقيقة التي في اطراف الاصابع نفهم هذا من قول الله تعالى في مطلع سورة القيمة حينما يقول جلاله بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ان لن نجمع ظامه بل قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامة في هذه الايات المختصرات ربنا عز وجل يرفع تحدي ضد اصحاب الافكار المتنطعة الذين ينكرون البعث والنشور ويستبعدون قدرة الله على بعث الحياة فالله تعالى في اول الاية اقسم بعظمة القيامة ما معنى القيامة هو البعث بعد الموت نحن كل يوم عندنا قيامة لما ننام نوما عميق بالليل ثم نقوم في الصباح كل يوم كل ليلة عندنا موت وبعث نومنا هو يسمى موتة صغرى ثم نستيقظ صباحا وهي قيامة وربنا هنا يتحدث عن القيامة الكبرى حينما يقوم الناس الاموات من قبورهم ثم يقفون ينتظرون ما يحكو به ربهم عليهم اقسم ربنا بهذا اليوم العظيم لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة لماذا سمها لوامة لانها تلوم صاحبها على ما عملت تلومه على كل شيء حتى قال الامام الحسن البصري ان المؤمن والله ما تراه الا يلوم نفسه كان يقول ما اردت بكلمة هذه وماذا اردت باكلتي وماذا اردت بحديث نفسي المؤمن من صفاته انه يلوم نفسه وان غير المؤمن يمضي قدما ما يعاتب نفسه غير المؤمن لا يبالي ولا يسائل نفسه فربنا قال لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة اي هذه النفس يوم القيامة حتى نفس غير المؤمن ستلوم صاحبها على ما عملت اذا كان في الدنيا الان مرتاح الضمير لا يسائل نفسه ولا يعاتبها فانه يوم القيامة نفسه ستعاتبه وستلومه على ما عمل الى ان قال تعالى ايحسب الانسان ان لن نجمع ضامه بل قادرين على ان نسوي بنانه ربنا يخاطب بعض المعاندين الذين يستبعدون قدرة الله على البعث والنشور كيف يمكن هذا الانسان الذي مات منذ مئات سنين وصار ترابا وضاعت جميع معالمه كيف يمكن جمع عظامه كيف يمكن بعثه من جديد فقال ربنا عز وجل بانه قادر ليس فقط على بعث الحياة فيه بل جمع عظامه بل قال قادرين على ان نسوي بنانه اي ايضم ابن ادم ان لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرقها بل نحن قادرون على ذلك بل واعظم منه نحن قادرون على ان نسوي بنانه واطراف اصابع يديه ورجليه هذه الايات ايها الاحب الكرام نزلت منذ قبل خمسة عشر قرنا من الزمن لكن ما علاقتها بوقتنا المعاصر اولا دعونا نلقي نظرة عن اسباب نزول هذه الايات اسباب النزول هو انه لما جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واخبر الناس بان هذا الكون له اله له صانع وله مبدع واخبرهم انه بعد الموت هناك بعث ونشور وحساب الناس قبل بعتت سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكنوا يؤمنوا بذلك كان معظمهم لا يؤمن بان هناك اله ولا يعتقد بان هناك حياة بعد الموت كانوا يقولون ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الظهر هذه الجاهلية التي كانت قبل الاسلام وحتى في عصرنا هذا سمعنا فلاسف كبار عقلاء لكنهم في هذه النقطة لم يكونوا عقلاء قالوا بان البشر قبل ان يولد كان في عالم العدم ثم بعد ان يعيش سنوات طويلة ويموت يعود الى عالم العدم هناك عدمين بينهما حياة هذا فكر سقيم ومنطق عليل وهو ليس بالجديد سمعناه عندك الكثير من فلاسفة الانوار وفلاسفة القرن 19 والعشرين واخرهم كان فيلسوف فرنسا وعقل فرنسا جون بو سارتر الذي كان يؤمن بالوجودية لا يؤمن الا بما هو موجود وكل ما هو غيبي لا يأبه له ولا يعتقد به نفس المنطق كان عند العرب قبل الاسلام فهذا العاصي ابن وائل كان من المشركين جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يتحدى قال له يا محمد انك تدعي بان الهك يستطيع ان يحيي الموتى فجاء هذا الرجل المشرك جاء بعضم بال عضم انسان بال فقال يا محمد ايزعم ربك انه يستطيع ان يحيي العظام بعد موتها يستطيع ان يجعل هذا العظم حيا ثم فارك العظم بيديه حتى تفتت وتحول الى نتف مبعترة ثم درها في الرياح هذا العظم لما قام بتفتيته صار عبارة عن غبار وتراب ودره في الرياح فقال هذا لم يعد موجود هل يستطيع ربك ان يجمع هذه النتف المبعترة المدرات في الرياح ويجعلها انسانا حيا وبدأ يستهزئ من النبي صلى الله عليه وسلم والحاضرون جميعا صاروا يستهزئون ويدحكون فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عليه اي نعم ربك يستطيع ان يجمع هذه العظام ويستطيع ان يحييها ويجعلها خلقا كاملا وبقي حوار طويل جدا فنزلت هذه الايات البينات هي قوله تعالى ايحسب الانسان ان لن نجمع ضامه بلى قادرين على ان نسوي بنانه البنان ايها الاحباب الكرام ما هو هو الطرف الاصبع كل واحد منكم ينظر الى اطراف اصابعي سيرى بان فيها شيئا غريبا الله سبحانه وتعالى سواها واتقنها واحسن صنعها هي بصمات الانسان تلك الخطوط البارزة التي تحاديها خطوط غائرة منخفضة ومرتفعة تتخذ اشكال مختلفة على جلد اصابع الانسان وتكون في الاصابع اليد وايضا في باطن القدم هذه تسمى البنان هذه تكون مع الجنين في بطن امه في الشهر الثالث والرابع منذ ان يكون جنين ربنا يصور له هذه الخطوط في جسمه وهذه البصمات بصمات الانسان هي اقوى دليل على شخصيته لانه في الوجود لا يتشابه فيها انسان مع اخر مطلقا ابدا نحن الان سبعة مناهير من الخلق سبعة مناهير من البشر لا احد يشبه الاخر في هذه البصمات وقد اثبت العلماء ان لكل انسان بصمة خاصة بنانه الذي يمتاز به عن بقية الاخرين ويمكن عن طريق تحليل البصمة ان نعرف الحالة الصحية لدى الانسان هل هو سليم ام مريض وعن طريق البصمة ممكن ان نعرف هل هو ذكر او انت وعن طريق البصمة ممكن ان نعرف متى توفي اذا كان ميتا وممكن ان نعرف اشياء خاصة عنه حتى حرفته وحتى طبيعته عن طريق البصمة هذه البصمة تبدأ مع الانسان وهو جنين في الشهر الثالث او الرابع وتستمر مع الانسان وتعيش معه طول حياته ولا تتغير قد يتغير لون شعرك قد يتغير شكل عينيك قد يتغير كل ملامح جسمك الا البصمة الوحيدة التي لا تتغير ابدا وهذه البصمات تتميز سواء في الانامل دي اليد او في الاقدام والعلماء والخبراء الان في عصرنا هذا اكتشفوها لم يكن يعلمون في القرون الماضية هذه الحقيقة العلمية وقد تحدث عنها القرآن العظيم قبل خمسة عشر قرنا من الزمن العلماء المعاصرون اقروا بان البصمات يمكن اتخاذها كاساس علمي ويمكن ان نتعرف على الناس وعلى الاشخاص حسب بصمات اصابعهم ولو جزء من بصمة الاصبع وهذا ما تشير اليه الاية الكريمة ان الله تعالى هو الخالق وهو المصور وهو الذي يستطيع اعادة خلق العظام وهو قادر على صنع الاصابع بلحمها وعظمها وبصماتها الخاصة هو سبحانه وتعالى لا يعجزه هذا الامر هذا من الاعجاز الخلقي في الانسان كما دل عليه القرآن الكريم وقد لحظ العلماء المعاصرون والخبراء ان هذه البصمة تبقى في الانسان ويمكن من خلالها ان نتعرف على هويته فمثلا خبراء في هذا الميدان سنة 2004 قاموا بدراسة جزء بسيط من شعرة الزعيم الفرنسي نابوليون مونابارت الذي كان من اقوى الحكام في زمانه وقد مات مقتولا نابوليون مونابارت عن طريق السم واستطاعوا من خلال شعرة واحدة محفوظة في متحف اللوفر استطاعوا عن طريقها ان يكتشفوا هويته ويكتشفوا ايضا السبب الذي مات به العلة التي مات بها ونوع السم الذي تناوله وهذا امر غريب بل اكتر من ذلك هناك آلهة الفراعنة هناك اله معروف عندهم يسمى توت هنخ امون هذا يعتبر من آلهة الفراعنة الذي كانوا يدعون الالوهية مات اكتر من ستة الاف سنة ولكن الناس توصلوا بالعل التي مات بها ايضا تعرفوا عليها لانهم حصلوا على جزء صغير من اصبع قدمه وتمكنوا من معرفة عمره وسبب وفاته ومتى توفي كل هذا عن طريق البصمة البصمات في عصرنا هذا صارت متطورة اكتشف العلماء بالاضافة الى بصمات الاصبع ان الدماغ ايضا له بصمة فكل شخص عنده بصمة خاصة بدماغه لا تشابه الاخر بل وهناك بصمة العين بصمة العين هي اخر ما توصل اليه الانسان وذلك في احداث في اعقاب الاحداث الارهابية التي وقعت في الحدي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة الامريكية وتنامي الخطر الارهابي والبحث عن المسائل الامنية العلماء في اكتشافاتهم اكتشفوا ما يسمى ببصمة العين ان لكل من اعله عين وعينه لها بصمة خاص ويستطيعون تطبيق هذه الاجراءات في المطارات لان في المطار يكون هناك اكتضاد وينبغي السرعة من اجل الاقلاع فيكفي ان الانسان انه ينظرون الى عدسة داخل جهاز الكمبيوتر فيعرفون من هو هذا الشخص وحقيقة امره كل البيانات تصعب من خلال بصمة العين وهذه في دقائق معدودات ممكن ان الانسان يعني تانية او نصف تانية ممكن ان يتعرف عن حقيقة الانسان من خلال بصمة العين ثم تعرف الناس ايضا على بصمة اخرى بصمة العرق الرائحة كل واحدة عنده رائحة خاصة فيها بصمة واكتشفوا ان هناك بصمة الادن الادن لها رائحة ايضا وبصمة اخرى للشفاه يعني بصمة كثيرة لكن تبقى البصمة الاقوى هي بصمة الاصابع وهي التي اشار اليها القرآن العظيم ايحسب الانسان ان لن نجم عظامه بل قادرين على ان نسوي بنانه يعني اصابعه العشرة ليس اصبع واحد اصابع عشرة تحتوي على على حقيقة كل انسان ولا يمكن ابدا ان يغيرها هنا ايها احب الكرام ماذا نستنتج نستنتج ان هذه حقيقة علمية اكتشف العلماء اسرارها واكتشفوها فقط في القرن الماضي وقبل القرن الماضي لم يكن عند العلماء ذراية بشيء اسمه البصمة لكن القرآن العظيم تحدث عنها بوضوح وللمتسائل ان يتساءل كيف لامة امية ليس لا حظ من العلم والمعرفة ان تخبر عن هذه الحقيقة العلمية الجواب ببساطة هو ان هذه الامة الامية لم تكتشف ذلك عن طريق الابحاة العلمية وانما اخبار بوحي يحسب يحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بل قادرين على ان نسوي بنانه الغاية ان الله تعالى اراد ان يؤكد لنا نحن بني البشر بان الحياة الدنيا قصيرة وان انا فيها مسؤولون وان انا بعد ان نموت سوف نحيا وربنا له القدرة على البعث لانه له القدرة على الخلق فاول شيء هو اراد ربنا ان يركزه لنا في هذه الايات هو انه ينفي العبت عن افعاله ما يقع في الوجود ليس عبتا كيف يخلق الانسان ويموت وانتهت الحياة مع ان الحياة الدنيا فيها ظلم كثير هناك اناس ظلم ولم يتم انصفهم هناك اناس ذهبوا الى القضاء وكانت الادلة تدينهم وضدهم فاذا بالقضاء حكم احكم جائرة عليهم الى من يشتكون وفي اناس وقع لهم الاعتداء وفي اناس اخذت حقوقهم في هذه الدنيا هل هذا كله عبت انتهى اذا لم لا هناك بعث وهناك نشور لانه سيكون حساب على كل شيء وهذا يقتضي نفي العبت عن فعل الله تعالى فالله عز وجل خلق الانسان وصخر له كل شيء كل شيء ثم كلفه بوظيفة العبادة وخلافته في الارض وانه مسؤول عن اعماله لهذا قال تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبتا وانكم الينا لا ترجعون ابدا لا تظنوا انكم خلقتم عبتا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم الله عز وجل يذكر كل انسان بانك ايها الانسان لقد كنت عبار عن نطفة ثم صرت علقة ثم صرت مخلوق ذكر او انت ثم اعطاك الله القدرات كل هذا هل هو عبت هل لك تعيش وتقتنس المتعة ام لانك لك دور في الحياة ايحسب الانسان ان يترك سودا الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانت اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموت هل تظنون ان الله تعالى غير قادر على ان يحيي الموت او ثم ان ربنا عز وجل اراد ان يثبت لنا بان من خلق الانسان اول مرة قادر جل علاه على اعادة خلقه مرة ثانية انت انت ايو انسان قبل تاريخ ميلادك اين كنت هل كنت في العدم لا انت مخلوق منذ ان خلق الله ادم ومن خلقك امك وابوك لا ابدا امك وابوك لا يدرون علاقة زوجية ترتب علي حمل ثم ظهر الجنين ثم كانت الولادة الذي خلق هو الحق عز وجل سبحانه وتعالى وهو اول من خلق وقادر على اعادة الخلق فهو قادر على كل شيء خلق الانسان من عدم وقادر على اعادته واحيائه بعد الموت من الرميم وهو اهون عليه واسهل لهذا ربنا يقول في سورة اخرى يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم ربنا على كل شيء قدير ثم ربنا عز وجل اعطانا ادل كثير جدا على قدرته على البعث والنشور يكفي ان ننظر الى الارض اقرب شيء الينا هي هذه الارض انظر الى الارض كيف ربنا يحييها بعد موتها فالانسان هو كائن حي مثل النباتات التي على الارض قال جل جلاله والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخرجا نحن جميعا نرى النباتات تموت ثم بعد ان تصير الارض قاحلة تاتي دور حياتي جديدة بعد ان كانت الارض جدباء ميتة ينزل عليها المطر وتاتي الرياح فتذب فيها الحياة ثم تبدأ النباتات في الظهور وهكذا تصير كلها نباتات خضراء ثم بعد ذلك ايضا لما يسفر القمح والثمور يأتي موسم الحصاد وتعود الارض جدباء قاحلة مرة ثانية ثم ربنا ايضا في فصل الخريف والشتاء يأتي بالمطر وهكذا دورة الحياة نراها كل سنة في النباتات في الارض اما دورة الانسان دورة حياته هي تمتد الى الاخرة حيث البعث والنشور ولكن حياة الانسان هي مرة واحدة في العمر بينما الارض هي مرة في السنة وقد ذكرنا ربنا عز وجل بمثال واضح لذلك فقال يا ايها الناس يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فان خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغ اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض هامدة فاذا انزلن عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموت وانه على كل شيء قدير وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور ايات بينات ربنا يعطينا فيها المثل بالارض والزراع والفلاحة ونزول المطر وبين حياة الانسان وبعته بعد ان ينتقل من دار الفناء الى دار البقاء تشبيه بديع ما بين الارض وما بين الانسان ومن آياته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلن عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحي الموت انه على كل شيء قدير هكذا ربنا يقول بان قضية البعت والنشور هي حقيقة يثبتها العقل والعلم وينبه الى القرآن العظيم ويكررها لماذا يكررها الله تفق القرآن لان الشيء اذا تكرر تقرر وحسبنا في ذلك قول الله تعالى الله لا اله سوى يبنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايانا يوم القيامة لاحظوا ان الله تعالى يكشف لنا لماذا هذا الجلال لماذا هؤلاء الناس ينكرون البعت والنشور ويطعنون في الاديان ودائما عندهم اتخامات لاهل الدين لماذا ما هو السر السر هو في هذا الجواب بل يريد الانسان ليفجر امامه كلما رأيت انسان يجادل وينكر الاديان وينكر البعت والنشور اسأل ماذا يريد الانسان ماذا يريد حقيقة امره انه يريد ان يفجر امامه يريد ان يفعل اشياء محرمة فيها شهوته ولدته ولكنه يخاف من الدين لان الدين يقول لك احذر هذا حرام هذا حلال احذر هناك حساب هذا هو الغاية بل يريد الانسان ليفجر امامه اي انه يريد ان يمضي قدما نحو الفجور وعلته دوما هي انه يلبن نداء الشهوة فهو يستبعد وقوع البعت ولكنه يريد فقط ان يستمتع بالامور المحرمة وان لا يسأله احد يشرب خمرا يأتي فسادا يأكل حراما لا يريد ان يسأل هذا هو سبب انكار الانسان ليوم القيامة مع ان المحرمات التي حرمها الباري عز وجل لان فيها المضرة للانسان هي اختبار له كلها مضرة وكلها فيها غير منافع للناس ولهذا نجد في ختام هذه الصورة صورة القيامة لما تنتهي يختمها ربه عز وجل فيقول ايحسب الانسان ان يترك سودا الم يكن نطفة من مني ثم ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأ هذه الاية كان يقول سبحانك اللهم وبلا سبحانك اللهم وبلا لان فيها استفهام انكاري ربنا يقول اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى نقول بلا سبحانك اللهم بلا هكذا اينا احباب الكرام نتحدث عن هذه الايات البينات التي من خلالها اراد ربنا عز وجل ان يثبت صدق القرآن وانه وحي من السماء وان العلم المعاصر يؤكد صدق الحقائق العلمية التي تعد بالمئات بل بالالاف في القرآن العظيم وينبهنا على ان الحياة الدنيا قصيرة واننا سوف نرحل وسوف نبعث من جديد ونستأنف حياة اخرى في الضار الاخرة نسأل الله تعالى ان يختم لنا ولكم جميعا بالحسن بكلمة لا اله الا الله محمد رسول الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا